اشتركوا في القناة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما لح الله دهرا جرعتني صروفه كؤوسا من البلوى مر من الصبر وألبسني ثوب المذلة بعدما حملت من الأرزاء ما أنقضت ظهري أراش لآل المصطفى سهما بغاوري قد ما منهم ليس في النزر وأخلى ربوعا منهم ومدارسا بألواحي والتنزيل يتلى مع الذكر وفرق ناديهم هذا الدهر بالنسبة لأهل البيت لح الله دهرا جرعتني صروفه كؤوسا من البلوى أمر من الصبر وألبسني ثوب المذلة بعدما حملت من الأرزاء ما أنقضت ظهري أراش لآل المصطفى أسهما بغاوري قد ما منهم ليس في النزر وأخلى ربوعا منهم ومدارسا أسفي عليهم بها الوحي والتنزيل يتلى مع الذكر وفرق ناديهم وشتت شملهم وصيرهم نائين في مهمه قفري شنو سوى هذا الدهر فأعظم به خطبا جليلا له غدات ملائكة الرحمن أدمعها والله التجري غدوا بين مسموم غدوا بين مسموم أهل هذا البيت غدوا بين مسموم تقطع قلبه بعد غدوا بين مسموم تقطع قلبه وبين خضيب شيبه بدم النحري وبين خضيب شيبه الحسين بدم النحري مثل حسين السبط يمسي على الثرى تريب المحية وهو أسنى من البدر اشتا هون يصير مثل حسين السبط يمسي على الثرى تريب المحية وهو أسنى من البدر بسك يا دغر من طبعك وغدره ش عندك وي يزينا بمهجة الزهرة ش عندك ش عندك وي عقيلة حيدر وطاهة ليش الضيم كله تجمع فوق آغه يا ثارت تطلب ش عندك وي عقيلة لا ترتاح من زينا بتجر حسره ش عندك وي زينا بليش تهضمه وكل يوم بمصيبة ولوعة تلجمه خمس سنين وتعاين صدر أمها بالبس مارعاب وشافت العصره بعد وشافت عودها متصوب بغدرك وبونا تقل لا قصر عمرك يا أبو يا جنت متنوم وسب كترك وفقدك للقلب يا والدي فطره وهم راح وظلت بينا أبو محمد وابو اليمة لتنقوس الدهر ما يخلها اللمة ميشن على الحسن وبشبد تسمى ويا قلب العقيلة ما فلت صبرة هم راح تضل بزينا بالحر يا دهر البيئي ينمو سهمك جسم دلال هنصين عقب ذاك الشم الضلب السخوها حسين خليها يا دهر النايضة بكترة وما خلاها زينا بتقعد بجالة وحضر لابو اليمتها مشتالة نيشن سهمل امثلة بدلالة وقع روح الزيتية حسين على الغبرة هم أخذة يا يابا ورد المهر خالي وزينا بتنجدة هم يرجع أخيي وأقعد بسدة وأحبي دوح رأسي على زندة وقضي العمر بس اجتم عطر نحره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجع البارحة ابدأنا البحث مهم أيها الأحبة أيها الإخوة أيها الأعزم وبعدنا في بدايات خلوني أذكر لأحد من ما فات بالكفار الشديد ونكمل هذه الليلة إن شاء الله تعالى بس اللي أتمنى من الأحبار كي يتكفوا لي الله يعزهم ويجينهم ويحفظهم البارحة قلت الإنسان حتى يصل إلى بر الأمان وهو رب العالمي الخالق حتى يوصله إلى بر الأمان فلكي يصل إلى بر الأمان يحتاج إلى أمور ثلاثة إذا نجح بالتعامل مع هذه الأمور الثلاثة يصل إلى بر الأمان وإذا لم ينجح هو أخذ بيده إلى الضلال والرجاء مو رب العالمين أخذ بإيده للضلال كيف أخواني قاله هواي أخواني واحد ليزل يقول شنو يترك ما لدي أبقى هذه المقدمات الكثيرة مثل البارحة فأتباطئ ببيان البحث في الواقع هذا ما أريده ولكن إتي فالشيء سريع أقوله بخدمتكم رب العالمين إضلال ابتدائي لأحد ما ما عنده أكرر رب العالمين إضلال ابتدائي لأحد ما شنو نعم إضلال جزائي أكو أما ابتدائي باكو بالمقابل ما أدري في قبال الضلال والإضلال شنو أكو هداية بعد موشكين هداية يعني أنت الحق في قبال الباطل أحسنته والضلال في قبال الهدى يقول الهدى في قبال الضلال مو هالشكل يولا هالشكل نعم هداية ابتدائية أكو وهداية تكميلية هم أكو يعني أجيب لك مثال حتى الحاج يصير واضح موسى قال كلمة الفرعون هذا هم يأخذ من وقته بس هو مهم يعني مهم أنا وياكن سمعه في شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن هاي أمور مهم نعرفها عن ربنا جل وعلا كلش مهم أوضح لكش موسى عليه السلام وحدة من الكلمات اللي قالها أمام فرعون وهي كلمة عميقة جدا قال للفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا خلق هداية هذا موسى إبراهيم من قبل موسى خلقني فهو يهدين نفس الحقيقة خلق وشنو وهداية ابتدائية رب العالمين يعطينا هداية ابتدائية ويعطينا هداية تكميلية نقدر نعبر عنها أما ضلال ابتدائي اضلال ابتدائي رب العالمين ما هذا اضلال جزائي نعم أما ابتدائي لا لأن هذا يصير عبث يعني واحد ممسوه شيء رب العالمين يضله أين العدل أين الحكمة عبث هذا رح يصير رب العالمين منزع عن ذلك رب العالمين ما يضلوا العبادة حاشا ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ما يضل حسنا تقول لي زين هداية ابتدائية شتقصد هداية رب العالمين يعطينا هداية ابتدائية شتقصد شنو يعني هداية ابتدائية وشنو يعني هداية تكميلية شنو الفرق بين الهداية الأولى والهداية الثانية هداية ابتدائية من خلالها نعرف من الذي خلقنا مثلا فطرية هداية ابتدائية من خلالها الرضيع يبحث عن غدائه لما يولد هداية ابتدائية طبعا سهنانا لماذا أقوله أكو حاجة هنا الهداية الابتدائية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه ما مرتبط بس بالإنسان كل المخلوقات هذا النبات رب العالمين أنطى هداية ابتدائية يعني هداية توصله إلى كماله هذا النبات أعطاه هداية توصله إلى شنو إلى كماله هذا الحيوان رب العالمين همهداب هاي الهداية اللي من خلالها يفرق بأن ما يضره وما شنو وما ينفعه حتى الحيوان حتى الطير حتى النبات الإنسان ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه كل شيء وطبعا بالنسبة للإنسان الإنسان هو أكرم المخلوقات كرمنا بني آدم أنطاه هداية ابتدائية وهداية تكميلية 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 يعني شنو أنا أقول لك يعني شنو إنسان مشى على الصراط المستقيم مشى عليها رب العالمين إهنانا يسدد بهداية إضافية توصله إلى كماله بشكل أسرع وأكثر أماناً بشكل هذا يعني يزيدهم هدى على الهدى اللي يعدهم وهذا القرآن هم ذكره بآيات عدة يزيدهم هدى مع وجود الهدى اللي يعدهم رب العالمين يزيدهم هداية ويزيدهم توفيق ويزيدهم تجديد ويزيدهم قرب وعناية خاصة بحيث توصلهم إليه فإذن أكو هداية ابتدائية وأكو هداية شنو تكميلية وأكو بعض هدايات أخرى هم يزيدنا يا هم هداية الأنبياء إنه هداية كتب السماء اللي أنا الآن بيها هداية كتب السماء إن هذا القرآن شنو يهدي يهدي إن هذا القرآن يهدي يهدي للتي هي أقوم يهدي قرآن يهدي فرب العالمين هم ما حرمنا من هاي الهداية نزل إنا القرآن يهدي للتي يقوم في كل مجال يهدي التي أقوم 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 في كل مجال ها ستقل لي هذا الحج عواطي في هو الواقع يثبته لا الواقع يثبته باوع لي يعني مثلا أضرب لك مثال بس انتبه لي حتى أرجع أضرب لك المثال شون يهدي لأيتي أقوم موجه من وجوه يهدي لأيتي أقوم مثلا تشوف بعض الخلق غرقوا بعالم الماديات وبس أكو هتش بشرية لو ما أكو غرق غرق بشكل كامل بعالم الماديات كما هو الآن حال العالم الغربي بشكل عام هالشكل غرق بعالم الماديات وأكو قسم من الناس غرقوا أنفسهم بعالم الروحانيات والرهبنة وغير ذلك أكو هتشي أكو هتشي إجا الإسلام قال ابتغي فيما آتاك الله إجا القرآن يهدي لأيتي أقوم سورة القصص ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا الإفراد صح ولا التفريد صح القرآن يهدي للتي هي أقوم عمر الآخرة والدنيا تنينات عمرهم حتى الدنيا عمرها بس بالحلال مو بالحرام وعمر الآخرة لا ميوع وغرق في الماديات ولا رهبنة وترك الدنيا بشكل كامل والله شنو أتقرب إلى الله لا ذاك صح لا هذا صح ترك الدنيا ليش ترك الدنيا؟ نبينا الزوج صلى الله عليه وآله وكان يأكل ويشرب ويقعود ويسافر وكل شيء بمكانها موجود كل شيء بمكانها موجود فالإنسان هم يكون يعيش حياته وآخرته مثلاً إنسان بخيل بخيل ما يطلع مننا الدرهم درهم ما يطلع مننا وطبعاً من أقول بخيل تصور أن يتكلم بس على دول البخلاء أن نعرفهم؟ لا لا الآن هاي دول العالم دولة تطلب من دولة دين 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 يو واحد يداين من مصرف في العالم بنك مصرف يداينوا ويرجع المبلغ لو يخلون فوائد على الدين ما أدر شوش يشوفون فوائد يعني قضية مساعدة لو استغلال استغلال أنا استغل فقرك وأستغل حاشتك فما أقرضك كما الإسلام يدعو من ذا الذي يقرض الإسلام يقول ليش تأخذ فائدة؟ قرض أعطيك مئة دينار ترجع لي مئة دينار ما هذا الموضوع؟ يو القرآن تعاونوا على البر لو لن تنالوا البر حتى تنفقوا يو خذ من أموالهم صدقة يو غير ذلك من آيات كلها بها حس مساعدة أما الآن العالم مساعدة يو أكبلك بديون وديون وفوائد فوائد أقصد وأغرقك بالفوائد إلى أن أنهيك وأمص دمك وما أخليك تقوم من مشكلتك الآن العالم هالشكل هذا وجه من وجوه البخل والجشع من جهة أخرى أكو بخل من جهة وأكو بعض الأحيان تهور من جهة أخرى أجل القرآن يهدي للتي هي أقوى لا تجعل يدك ليش ما تجاوبني مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل ولا تبصطها بحيث ما تخلي نفسك شيء ولا العائلتك وتخلي زوجتك وأطفالك يستجدون ويتسكعون على أبواب الناس لا الأول صح ولا شنو ولا الثاني صح حالة لا تجعل يدك مغلولة لا تبصطها كل البصر عاقل شغل عقلك ساعد بالمقدار اللي تبقى محافظ به على ما يوجهك وما يوجه عائلتك لا بخل ولهم سرف وتهور من جهة ابتغي بين ذلك سبيلا هذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي شنو؟ يوجعلناكم أمة وسطة أقول هاي مو شعارات يا شباب هذا كلام يثقفن ويعرفن ديننا بشكل صحيح ويفتحن آفاق على معرفة الإسلام بشكل سليم فالإسلام دين عقلانية ووسطية ودين واقعي واقعي الإسلام دين واقعي من جهة يقول لك عبد رب العالمين من جهة يقول لك الكاد على عياله كالمتشحط بدمير وحي يشتغل دين واقعي هاي هدي للتي هي أقوام شون يدي للتي هي أقوام هاي التي هي أقوام؟ سنكون يوازل الأمور يصير عاقل يدخل عنا بما بالشيء بالشيء يذكر يقول له يا رسول الله احنا كذا أخ وكنا نشتغل ونعمل وعدنا أخو بس يصلي قالهم بس يصلي أكله أكل عائلته وضعه مصرفه قال له أولا علينا احنا مبتلين بي يا رسول الله قالهم كلكم خير منه النبي صلى الله عليه قالهم انتوا أحسن مننا انتوا الصلون تشتغلون هذا بس يصلي منه وقال له بس يصلي منه طالب منه أن يصلي من الصبح دي الليل محط طالب منه عندنا واجبات أديها إذا تصلي الواجبات تقدرهم تشتغل وتخدم عيالك وتحفظ ما يوجههم دين اعتدال وسطية إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى مرة قلت على المنبر شفت رواية بالكافي بالكليني رحمه الله يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول يا ابن رسول الله أنا بعد ما أقدر أطلع أشتغل ما أقدر أنزل بالسوق أشتغل ما أقدر الإمام قال ليش ما تقدر قال لي إديها كانت أن يتحركاً هسا إديها بعد ما يتحركاً يا ابن رسول الله ما أعرف شنو صار بي مرض صار بي شنو المرض خوش ماذرين يعني إديها بعد ما يقدر يشيل بيهن شي فقال لي أنا سابقاً كنت أشتغل بإديها الآن إديها ما يشتغل فبعد ما أقدر أشتغل تدرون الإمام الصادقش قال لي أقول للرواية أخو أعطيت مصدرها السبعة وواحد يقول لي تقع تحشيل مثاليات أخو أعطيت مصدرها بعد إذا هو يعتقد بأهل البيت المفروض يقبل هذا الحج إذا ما يعتقد بأهل البيت أصلاً هم كلام يمويا حتى يعجب له ما يعجبه أنا أصلاً ما سولفويا نقطرها السطر لا أتعب أو لا يتعبني زي الرواية بالكافي أنا قاريها بعيني بالكافي الإمام تدروني شي قال لي قال لي أسألك سؤال قال لي تفضل يا ابن رسول الله قال لي تقدر زوجتك تخلفت شي على راسك ويخلون به مثلاً فالشي وتقعد بالسوق وهذا على راسك وتجي الناس تاخذ من هذا الشيء على راسك ويخلون الفلوس بجيبك هاي تقدر له ويقال لي أقدر يا ابن رسول الله قال له هالشكل سوي ولا تمد إيدك للناس لا تمد إيدك للناس هو رب العالمين يعينك ويفتح لك باب الرزق هشهد بالكافي اللي هو أهم مصادرنا الروائية اللي ما مصادقة شي يقول له قال ليه اشتغل هاي إيديك لس خليهم حجة حتى تمد إيديك للناس أو تريد الناس تصدق عليك لس صير هاي حجة خلي زوجتك تخلي شي على راسك الناس ياخذون يخلون الفلوس بجيبك ويعيش بكرامة وتخلي الناس تصدق عليك ديننا هذا وقل اعملوا النهارة معاشا إذا قضيت الصلاة فانتشروا اشتغلوا لا حد يصير كسول وكل على الآخرين قال رواية لإمامنا محمد الباقر يقول الكسل يضر بالدين والدنيا إمام الباقر الكسل يضر بالدين والدنيا يصير نشط يعمل ويشتغل ويتعلم ويصلي ويرتب وقته وما يضيع وقته أسجاد على هذا الكلام أكو هداية ابتدائية وأكو هداية تكميلية جبت مثال الابتدائية شنو التكميلية شنو بعدين قلت أكو هدايات أخرى مثل هداية القرآن القرآن يهدي للتي يقوم النبي أهل البيت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يوم مثلا جعلناهم أئمة في آية وجعلنا منهم أئمة في آية أخرى يهدون بالآيتين يهدون جعلناهم أئمة يهدون جعلنا منهم أئمة يهدون في الآيتين فإذا قرآن هداية نبي هداية قال البيت هداية أكو هداية ابتدائية إلهية أكو هداية تكميلية تزديدية هاي كلها رب العالمين انطاه العبادة كلها رب العالمين انطاه العبادة حتى يجيون للطريق عبادة وبعض عبادة ذني كلهم أما يستفيدون من الماء الأسف وهم يجيبون أنفسهم بالقوة للنار إضلالي بتدائي ما أكو إضلال جزائي نعم أكو شنو يعني إضلال جزائي يعني إنسان يرتكب المحرمات يرتكب المحرمات يرتكب المحرمات هينبهوا هينحاتوا هينقلوا له ما يرضى هذا رب العالمين هنا نهم بعد يضله بسبب أعماله بسبب أعماله إذا ما رجع وتاب فالإضلال جزائي نعم هذا موجود خالقنا حتى نصل إلى بر الأمان شلون نصل بر الأمان ثلاث أمور كون نحسن التعامل وياها شنو الأمر الأول اللي نحتاجه وإذا أحسننا التعامل وياها نصل إلى بر الأمان دستور كما قلنا البارحة وقلنا الكلام بأصل وجود الدستور حتى ينظم شؤون الناس ماكوا على اختلاف بين أحد وأحد نعم الاختلاف صار أنه الدستور يجب أن يكون إلهيا يولا إهنانا وذول اللي يقولون لا ما جاءونا بنظرية جديدة فالقرآن الكريم هم يقول يقول الأقوام اللي إجوه الأنبياء كلهم قالوا الأنبياء هم ما نريد دستوركم إحنا عدنا دستور فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهذا اللي يفرح بما عنده من العلم القرآن الكريم يقول يهلك 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 نقطة راسطة هسا اليوم باتر عقبة سنة عشر عشرين خمسين يهلك نقطة راسطة أجيب لكم مثال آخر غير هاي وحاق بهم ما كانوا به يستحاق بهم حاق بهم وهالكو غير هاي الآية أجيب لكم مثال عملي هسا هذا تنظير آية تنظر لقاعدة سنة أجيب لكم آية تجيب مصداق على أرض الواقع صار أن صاحب هاي الاحتياجة يهلك شنو سورة القصص منو قارون قارون شلون هلك لما قال أوتيته على الاقتصاد على علم عندي هناك الآية تقول فرحوا بما عندهم من العلم إنما أوتيته على علم عندي أنا ما محتاج موسى ولم احتاج علم موسى وهذا الاقتصاد مو من الله وهذا الخير الآن بي مو من الله مع أن القرآن يقول وما بكم من نعمة فمن الله هو يقول مو من الله أنا رجل شاطر عندي خبرة بعلم الاقتصاد مختص بهذا الجانب ذكائي وفطنتي وصلتني إلى ما أنا فيه لا تدخلون رب العالمين بالنص هجشان يقول أوتيته على علم عندي عندي مو من الله فخسفنا به وبداره خسفنا به وبداره فإذا على مستوى التنظير ذيك الآية فلما جاءتهم على مستوى التطبيق العمل قارون كمثال من عدة أمثلة أنه قال أكتفي بما عندي فلما قال هذه الكلمة هلك هاي نظريا وعمليا حتى الأمور سير واضحة الشباب ولهذا أمرنا أن كل خير نحص نقول منيا من الله تعالى وكون من أكتفي بما عندنا من العلوم نحتاج الأخلاق ونحتاج الحلال والحرام ونحتاج ونحتاج حتى نكون بشر حقيقيين وإلا هذا الإنسان إذا حص العلم من دون دين وأخلاق العلم بعض الأحياني ساعد على الإفساد أكثر مو لإصلاح أكثر إفساد أكثر يعني أنت سارق تعطيه مصباح العلم نور يقذفه الله في قلبي ما يشاء سارق تعطيه شنو مصباح والعلم نور لما تعطيه مصباح يسرق أكثر لو ما يسرق أكثر يسرق أكثر طبيعي إنسان تطي علم وإنت ما محصنه بالأخلاق والحلال والحرام وما مقنع بداخل أكو من يراقبه ويحاسبه هذا شي يسوي يصنع القنبلة نووية يخرب الكرة الأرضية بيها ويخلي السرطان يزداد بيها ويصنع مواد جرثومية يخلي الأمراض الزود بيها والبيئة تضرر بيها كما قاعد يحصل الآن في العالم هذا قاعد يحصل الآن في العالم علمي ومو علم جاوبوني يا جماعة والله علم ولكن بلا أخلاق بلا حلال بلا حرام بلا ضابطة بلا اعتقاد برقابة الله وحسابه وقيامه هاي النتائج هاي النتائج النتائج أدمر البيئة النتائج أذي البشر النتائج أخلي الأمراض الزود النتائج النتائج يا قاعد يشوف الآن قاعد يشوف الآن نحتاج دستور ينظم شؤون رب العالمين وفرنا الدستور يعني الأمر الأول وفر إنا وفر إنا كمسلمين لا كبشرية إخواني خلوا ببالكم واحد مو كل الأنبياء ذكرهم القرآن هو هم قال قال للنبي قال لبعض الأنبياء قصصناهم عليك بعض الأنبياء شنو لم نقصصهم اثنين مو كل الكتب السماوية ذكرها القرآن لا كل الأنبياء ذكرهم ولا كل الكتب ذكرها يعني أنا قاري رواية عن أمتنا عليهم السلام أن عدد كتب السماء اللي نزلت لعله مطالعة قديمة حتى أكون دقيق أقول لعله أكثر من مئة كتاب أمتنا يقولون عليهم السلام نزلت على البشرية بس مو كل ذكر القرآن القرآن ذكر تورات ذكر إنجيل ذكر جبور ذكر القرآن ذكر صحف صحف إبراهيم وموسى هذا اللي ذكر القرآن بقية الكتب القرآن ما ذكرها رواياتنا تقول عشرات الكتب نازلة على الأنبياء هاي الكتب تشكل دستور هذا الدستور إذا احتكم إليه الناس نجوا بشرط أن يطبقوه بشرط عن شنو أن يطبقوه سيد هذه الدستور القرآن وهو الكتاب الكامل الشامل تبيان كل شيء كل شيء نحصيناه في إمام ما من غائب إلا في كتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب بعض المفسرين يقول المقصود بالكتاب هنا اللوح وهو على المفسرين يقول القرآن كتاب هو القرآن زين شلون كل شيء في القرآن شو إحنا ما نشوف كل شيء بالقرآن كل شيء بالقرآن شو ما نشوف يتساعد العلماء أنه كل شيء بالقرآن على مستوى الظاهر يو على مستوى الباطن كلام هاي الشكل يصير على مستوى الظاهير يو على مستوى الباطن هم زين إذا قلنا على مستوى الباطن الباطن كل واحد يعرفه يو ناس مخصوصين ناس مخصوصين من هم المخصوصون اللي النبي خلاهم عدل للقرآن في الحديث الثابت عند جميع المسلمين الثقلين حتاب الله وعطرتي ولهذا ضوجتكم يو أكمل أكمل التفاسير الأثرية الروائية مثل برهان سيد هاشي منور الثقلين الكتب اللي قبلهم القبلهم مثلا قبل قبل البرهان ونور الثقلين مثلا القمي العياشي فرات غير هذه الكتب اللي تفسيرها أثري يعني رواية عادة عادة هاي الكتب بالمقدمة مالتها خصوصا للبرهان وغيرها يخلون روايات عن أهل أبواب أبواب لروايات عن أهل الديت مختصة بالقرآن واحدة من الأبواب اللي يخلوها عادة أن كل شيء يحتاج إليه البشر في القرآن ولكن لا تبلغه عقول الرجال فكون يرجعوننا إحنا ندليهم ندلهم ونقلهم هاي مو رواية عادة يخلون علماء نباب تحت عدة روايات بعدة أسانيد عن عدة معصومين لتعبون مني كلام مهم قاعد أقول قال له يا ابن رسول الله يعني شنو كل شيء يحتاج الناس قال كل شيء أصلا في بعض الروايات يعني لسان الرواية يقول ما من أمر يختلف عليه اثنان في الدنيا اثنان يختلفون على شيء إلا وله أصن في القرآن ما من أمر حسا خاف بعض الإخوة يقول هاي عمي مبالغات مو مبالغات أمت يقولون مو مبالغات بس يقولون هذا أنتم متعرفوا هذا اختصاصنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مو كل أورثنا الكتاب المشلمين يو الصحابة أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أهل الإصطفاء عموم الناس وخصوصهم جاوبوا لي خصوصهم إن الله اصطفاء آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الاصطفاء لأهل الخصوص في زيارة الجامعة الكبيرة اصطفاكم بعلمه واجتباكم بقدرته اصطفاكم يا آل البيت بعلمه واجتباكم بقدرته بعد أن يقول خصكم ببرهاله وغير ذلك من الفقرات عظيمة في زيارة الجامعة الكبيرة أمتني يقولون كل شيء يختلفون علي اثنين بالدنيا نحن الآن سبعة مليار بشر ثمانية ما أدري إش قد أكو اختلاف بين البشر الآن الآن إحنا قاعدين هنا إش قد أكو ذوله بالقضاء وذوله بالمحكمة وذوله متعاركين وذوله متقاتلين أمتني يقولون ما أكو أمر يختلفون علي اثنين بالدنيا إلا ولا هو أصل في القرآن فالدستور هنا برواية المحصومين شامل كامل لا فيه حلقة مفقودة ولا فيه ثغرة ولا فيه نقص رب العالمين أرسل للبشرية هيتش دستور قالهم يهدي للتي هي أقوى قالهم مهيمنا عليه على التوراة والإنجيل والزبور والصحف وبقية كتب الأنبياء هذا مهيم على تلك مهيم ومسيطر وحاكم على ذيك الكتب هذا حاكم طبقوا شوفوا الخير الراحة تشوفوا ما تطبقوا شوفوا تخبطكم وين راح يوصل نقطة راصة ما تطبقوا الآن البشرية في الدنيا وصلت إلى درجة المثلية دركة هم مو درجة المثلية وصلوا إلى دركة أن يشرعنون ويقننون إذا جاز التعبير الولد يقولوا لي هاي الملابس الرجال عاجبتك لأن لبسك ملابس ما البنات شي عجبت إذا قال ما البنات لابسوا ملابس مناتسة وبنين تخريب إلى هل حد وصل الآن هل حد وصل وهذا التقع تشوفوا والفترة ما قبل هاي حسنا الآن شو شوية خفت بس قبل أشهر شفت شفت الضغط اللي على موضوع هذا المثلية والشذوذ وشون صار أكو تركيز تركيز في العالم على هذا الموضوع وكأنه يأخذون البشرية بالقوة إلى هذا الجانب بالقوة إلى هذا الجانب هاي عالم هتش يوصل لان وصل لهذا الحبيض لان هذا لما الدستور الإلهي يترك هاي النتائج مو مسألة أنا مسلم وأؤمن بخرافاتي وأنا خارج عالم الواقع وقاعد أنظر بفد عالم آخر والعالم وين وصل وإتى وين تحتي لا موشكي لا موشكي أنا أكو حركة أمامي قاعد أشوفها أحللها أقراها هم الحقي بس الآخرون يجون يقرونه يقول احنا هم ريد نقراهم هم معدهم عقول احنا هم معدنا عقول هم يبحثون عن بعض سلبياتنا بتركنا للدستور الإلهي احنا هم نبحث عن سلبياتهم بتركهم الأكثر احنا ذلك نترك بعض المفردات من الدستور هم وتركين الدستور كله وإحنا هم عدكم ثغرات أكثر من ثغراتنا في مجالات عدة انتوا تقدمتوا علينا تكنولوجيا نعم مع مشاكل هم بهذا الجانب أما احنا في مجالات أخرى لا متقدمين عليكم هذا هم واقع رب العالمين دزلنا دستور وهذا الدستور ما بي ثغرة على مستوى العقيدة كامل من التوحيد للنبوة المعاد الإمام العدل كامل على مستوى الشريعة ما بي نقص ولا ثغرة باوعد على مستوى الأخلاق كامل شنو كامل آية واحدة في القرآن بعض العلماء وبعض أهل الاختصاص في مجال الأخلاق يقول هاي الآية جمعت محاسن الأخلاق ومساوئها كلها آية واحدة آية واحدة أنا شفت بعض علماء الأخلاق أصلاً يثبت ذلك يثبت أنه آية القرآن شكت به آيات أخلاق يعني إخواني بس المعاد وعالم الآخر بقرابة 1500 آية فقط العالم الآخر المعاد قرابة 1500 آية التوحيد كذا آية نبوة كذا آية ما عندي حصائيات دقيقة هسا المعاد عندي بس البقية ما عندي الإمامة كذا آية الأخلاق اشقد آيات بالأخلاق أنا شفت بعض العلماء المختصين بالجانب الأخلاقي يقول آية واحدة في القرآن جمعت كل محاسن الأخلاق محاسن الأخلاق ومساوئها آية واحدة وين أكد شيء بالدنيا شلون الآية إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة هاي محاسن الأخلاق كلها تجتمع تحذن الثلاثة يقول زي وينهى إيجينا المساوئ الأخلاق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كل مساوئ الأخلاق تدخل تحت فحشاء منكر بغي كلها أنا أتمنى ساي أقولها لبعض المهتمين بهذا الشأن وأتمنى هاي الكلمة تأخذ بعين الاعتبار أتمنى يصدرنا كتاب جديد بالأخلاق بهاي المنهجية القرآنية لأنه الأخلاق عادة تبوى بالمحاسن والمساوئ فيجيبون الصدق والمعرف شنو والتواضع وابالمحاسن والكذب والتكبر والتعصب شنو بالمساوئ أتمنى تجي منهجية جديدة بدراسة الأخلاق على ضوء هذه الآية يعني عدل إحسان إيتاء فحشاء منكر بغي وإدخال كل مفردات المحاسن والمساوئ تحت هاي الثلاثة وتلك الثلاثة يعني هالمنهجية القرآنية الجميلة ما أدري واضح كلامي أو مواضح أتمنى هذا يصير كدراسة في الجانب الأخلاق بهالشكل القرآن هذا الجميل آية واحدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعظكم إلى آخر الآية ثلاثة بثلاثة كل المحاسن كل المساوئ بآية واحدة هذا شنو من دستور شنو من دستور هذا ضيف لبقية الآيات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هم التثمون بس شنو يستطر تحتها دستور فلك بي علم الفلك جولوجيا بي حيوان علم الحيوان بي طير بي جمادات بي جبال المعرف شنو بي كل شي بي كل شي بي طريقة التعامل مع الله الأقل مخلوق من الخالق الأقل مخلوق بي هذا الدستور موجود كل شي بي هالستة آلاف ومئتين وكذا آية كل شي بيهم خير الدنيا والآخرة وفرنا رب العالمين دستور قال احتكموا له سترون الخير يبقى بعد نحتكم له ما نحتكم له هاي بعد مشكلتنا احنا عدنا اختيار هنا ان الله يأمر بالعدل هس راحو في التوحيد والحش بالتوحيد وتوحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد العبادة وتوحيد الخالقية وتوحيد وتوحي سواء كان الخالقية وكذا هاي مرتبطة بالأفعال هذا كل ترك كل ترك المعاد انا مسولف بي 107 محاضرة 107 محاضرة وماكملت سبع مواسم رمضانية اسولف بالمعاد في ثقافة القرآن والعدل هذا هم ترك النبوة والإمامة صار لسنين اسولف سنين ترك نقاط سريعة مو عميقة ومفصلة سريعة ابدأ كم البحثي عندي ثلاث أمور توصل الإنسان إلى بر الأمان بعدني بالأول نقاط سريعة بالعدل مثلا ثقافتنا الدينية والدستور الإلهي المأخوذة من القرآن هدي المحصومين عليهم السلام بس قبل أقول بعض النقاط السريعة عفتوني لو بعدكم وياي بعدكم وياي الله يعزكم العدل شنو العدل هو المساواة دائما العدل هو المساواة العدل هو رعاية المناسبة وكما قال باب مدينة العلم وضع الشيء في موضعه هو العدل مثلا هاي فد مسألة تطرح يعني أجيب لك مثال طبعا احنا نتبنى هذا الرأي الثاني وضع الشيء في موضعه رعاية المناسبة العدل مدائم المساواة مدائم المساواة يعني أجيب لك مثال واحد يريد يصير عادل مدرس معلم يريد يصير عادل فيعطل طلب تكلهم درجة واحدة حتى يكون عادل بيناتهم تصرف صحيح يومو صحيح تصرف صحيح مو دائما العدل المساواة دكتور بالمستشفير يريد يصير عادل دكتور بالمستشفير يريد يصير شنو عادل فيعطي المرضى كلهم نفس العلاج اليوم كلهم بكل أعمارهم بكل أمراضهم بمختلط أمراضهم يقول أنه رجال عادل والعدل هو المساواة فأنا اليوم يا أهل المستشفى إيش أكو عندنا مرضى بالمستشفى اليوم وطهم من هاي الكبسولة هذا حاجة عاقل علي يقول العدل هو وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه هذا هو العدل تبقيت ليش اختاريت العدل وتبين بي بعض النقاط المهمة لأن أكو شبهات خطيرة بهذا الجانب وبعض هذه الشبهات بالفترة الأخيرة قمت أشوف شبابنا يسئلوني عنها خصوصا هاي بالفترة الأخيرة شوية خليت وقت أتشرف بزيارة شبابنا بالجامعات وكذا سابقا ما كنت فاتح هذا الباب بالفترة الأخيرة قمت أروح وأتآن أتشرف بلقاء شبابنا في الجامعات وغيرها فقامت أجيني أسئلة الأسئلة قمت أصنفها أثهرسها أشوف شنو الأكثر بيها حتى صير عندي فكرة شنو الشيء الأكثر اللي يشغل شبابنا شفت قامت أسئلة تجيني أكثرها مرتبطة بهذا البحث العدل مثلاً لا أسئلة اللي دوم تتكرر علي الشيخنا ليش يجيط في المعوق شنو ذنبه هذا من البداية يعني عوق ولادي ليش يجي معوق من البداية ويجي ثاني صاحي ما عنده مشكلة فليش يجي واحد هالشكل وواحد هالشكل مثلاً سؤال يطرح طبعاً السائل هنانا ما يفرق بين السبب القريب في إيجاد هذا العوق والسبب البعيد هذا ليش يجي معوق من البداية فيصور أن الله تعالى هو السبب القريب لذلك مع ترك الأسباب الطبيعية اللي رب العالمين خل بيها فاعلية في عالم الدنيا فإذا ما أحسن الإنسان التصرف معها جاءت النتائج إيجابية وإذا ما أساء التصرف معها جاءت النتائج شنو سلبية فتكون هي السبب القريب مو رب العالمين رب العالمين واضع قوانين قال لك احسن التعامل مع القوانين فإذا أحسنت التعامل معها النتائج تكون طيبة وإلا عكسيا فإذا ما فرق الشاب بين ذن الأمرين يصور أن الله تعالى هو يعني بشكل اجتهائي إنجاز التعبير يطلع هذا معوق ويطلع ذاك شنو سالم يعني عجبة أن هذا يكون معوق فيتعذب وذاك يكون سالم فيتنعم مو هتش الحجي مو هتش الحجي رب العالمين خضع الكون القوانين هاي القوانين إذا اكتشفناها وأحسننا التعامل معها النتائج راح تكون طيبة وإيجابية وإلا فالعكس فالسبب القريب هنانا القوانين نعم القوانين من ما أخذ تأثيرها وأثرها ورب العالمين هو خلى بها تأثير وقال لنا تعاملوا ياها مو بمعزل عن إذني وإراتي وكذا لا فصار أكو عندنا سبب قريب وصار أكو عندنا سبب شنو هذا الشاب كوني عرفه يعني أجيب لك مثال لما يقلون الشاب يقلون لدمك ما يتلاءم مع دم المختارها للزواج هذا يصير لو ما يصير جاوبوني ويصير فيتزوج يتزوج دمك ما متلاءم معها ومرة ممكن من خلال بعض العلاجات وائم مرة غير ممكن أنت غير ممكن يتزوج بس اطلع النتائج هذه النتائج السلبية هو رب العالمين من قريب يعني هو يريد هذا الصير لو انت بتعاملك مع القانون اللي يخليه رب العالمين بالأصل تعاملك إلى تأثير والقانون هم إلى تأثير سمادر هنا أنا أعمق البحث أكثر ما أعمق أكثر بعد ما أعرف وإلا هنا أنا أكو كلام مهم وجميل ومفيد في الواقع مثلا من الأسئلة اللي تجيني مثلا بالفترة الأخيرة ليش أقول أن تطرح هذا بحث العدل مو بتفاصيلة تفاصيلة جيب لثلاثين ليلة شهر رمضان أبدي بيه عليك من البداية للنهاية صادق معكم مو كل تفاصيلة إشارات سريعة أخذتها من الأسئلة التصني الموجودة بأذهان الشباب مثلا شيخنا ليش يصير زلزال وهذا الزلزال يروح ببعض الأذرياء سؤال سؤال يوليش تمطر السماء بسكل اللي من تمطر بهاي الطريقة يصير شنو فيضانات وهاي الفيضانات ش راح يسبب مشاكل هذا بيطرح يطرح وغير ذلك من أسئلة كونها مرتبطة بهذا المبحث يعني وين ما تروح ترجع إلى عدل الله تعالى بالنتيجة وتقف عند هذا العنوان وكون شبابنا يعرفون الحقيقة فيها طبعاً هنا أنا هم خلوني أقول لكم شيء وبكرة نبحر أكثر بهذا الجانب لكم خلوك تجيب حيثي وما لكم خلوك يعجبكم أدخلوا في شيء أعماق بكرة إذا يعجبكم نتوكل ما أنا نخلوني أقول لكم فالشيء سريع إحنا مشكلتنا بطرح مثل هاي الأسئلة مشكلتنا هم ننظر بشكل جزئي ما ننظر للمشهد من كل جوانب ننظر له من جانب واحد ولما ننظر له من جانب واحد نرتب حكم على الجانب الواحد يعني مثل واحد يشوف لطفل امشت فيه اثنين للدكتور حتى يزرقه أبرة مثلا فمن يشوف هذا المنظر يقول الدكتور جقت قاسي وما عنده رحمة لما يسوي هذا الشيء ويشوف الطفل يبكي ومع ذلك يضرب الأبرة فهذا نظر للمشهد من كل جوانب يوم من جانب واحد زي لما نظر من جانب واحد نظرته للدكتور راح تكون صحيحة يوم بيها مشكلة بيها مشكلة نظرتنا إحنا هالشكل للأمور معلازم نظرتنا إحنا للأمور هالشكل ما ننظر لها من كل جوانبها حتى نعرف ميزان الربح والخسارة هنا شنو ننظر لها من جانب واحد وهذا خطأ منهجي تعتبر المطر هنا نأذى مع أنه بالصورة الكاملة المطر هنا شنو نفع نفع هنا أكثر من بعض الضرر يصير كما هو حال الألم اللي الطفلي مربي أثناء ضرب الأبرة بس بعد هذا الألم أكو شنو أكو فوائد أكثر تحفظ حياة الطفل أصلا إحنا ذاك الجانب ما ننظر ننظر بس لهذا الجانب وطبعا النظرة ما راح تكون صحيحة والنتيجة ما راح تكون صحيحة هاي أنفد مشكلة إحنا نعاني منها هاي النظرة الجزئية إحنا نعاني منها هاي همكون تعالج حتى الأمور سصير نظرتنا سصير دقيقة للأمور أكتفي بهذا المقدار بكرا نكمل بعد وقت كل شراح بكرا نكمل إن شاء الله تعالى بقية البحث ما أدري مثل كل ليلة أسألكم ضوجتكم يوم ما ضجتم من عندي الليلة ما ضجتم مني بكرا البحث ألذ وأجمل إن شاء الله تعالى بيفة شبهات حداثية حلوة نجاوب عليها وحدة بعد الأخرى إن شاء الله تعالى أكتفي بذلك شوف السيدة زينب بنظرتها المستوعبة لكل الحقائق لما وقفت أمام ابن مرجانة قالت لها ما رأيت إلا جميلة جميلة Tahir الشهادة في سبيل الله تعالى ونصرة دين الله تعالى شون نظرة للمشهد شوف سيدة زينب شون نظرة للمشهد ما رأيت إلا جميلة شوف النظرة المستوعبة لكل ما يرتبط بالمشهد وين والنظرة الجزئية ما رأيت إلا جميلة حسين قتل في سبيل الله ومن أجل دين الله ونصرة دين الله هذا جميل أنا أشوف وإن كان هو نفس قتل الحسين بشع ولكن كنصر لدين الله جميل وشهادة في سبيل الله جميل المهم بعدين ودوها الخرابة الكوفة وقعدا النسوان بخرابة الكوفة يبتنع الحسين عليه السلام يقولون وبينما النساء في خرابة الكوفة إذ طرقت الباب من الطارق معزية لآذ رسول الله قال له لها احنا ما نستقبل معزية احنا نريد بالخرابة ببحد ننفتش على الحسين امرأة غريبة تدخل علينا هاي المعزية قالت للعلوية اللي ورى باب الخرابة قالت لها أنا طوعا التي آوت مسلمة بالعقيم وأريد أزوركم ومسلم سولف لي عنكم أنه راح يجضعا في يوم من الأيام لسبايا ويدخلون الكوفة وإلى آخر فلما سمعت زينب بذلك قالت رحبوا بيها لها موقفوا يا أنا أهل البيت موقفتوا يا أنا هاي المرأة فتحوا لها الباب ودخلت وصار عزاء ديالي السيدة الزينب والعلويات وبين طوعا تبكي يقولون طوعا تنظر إلى الوجوه تقلب الوجوه وبينما هي تقلب الوجوه إذ وقع بصرها على بنتي اللي مسلم اسمها حميدة اسمها حميدة فلما وقع بصرها عليها قالت لها سيدتي زينب هاي الطفلة أشبه الناس بمسلم اللي آويته زينب قالت لها هاي حميدة بتمسلم يا طوعا قامت حميدة عما يطوع حشي لحاله حشي لحاله من طاحياه التدنال عما يطوع حشي لحاله عما يطوع حشي لحاله من طاحياه التدنال غسلوا عن القاعشال يا بجال عما يطوع حشي لحشي لحاله من داره وعلى مسلم الكفار بالكوفة يا يا بلكفار ظل يلتفتي من ويسار ويسار ما حصل له أحد ولا غيور وقفوا يا سلام الله عليه غريب كوفان سولفت لها ما جرى على مسلم بن عقيل وبكت حميدة وهاي حميدة مهظومة دائما وأبدا مهظومة يقولون حتى لما وصل ضعن الحسين إلى كربلان نسوان تفرقا على قبور أحبابهم كل وحدة قعدت على قبر حبيبها هاي يمقبر أبوها ذيك يمقبر أخوها هاي يمقبر عمها وهكذا إلا حميدة بتمسلم ابتعدت عن النساء وخلت وجهها باتجاه الكوف زينب شاف الطفلة بعيدة عن النسائجتها وإذا هي حميدة بتمسلم ليش قاعدة وحدك هنا قلت إلى سيدتي زينب النسوان كل وحدة قاعدت يمقبر أبوها إلا أنا قبر أبي بعيد عني ما عندي أبوي قل لي سكتي ولا عندي أخوي لا عندي أخوي نشف دمعتي ما عندي ضرر غير أنا منهم صايبي جقم تخفي وانتي يا عم وين أنا وين أنت فرد مصباح كم مصاب شفتي قالت لها ابنيتي قبر أبوش موجود هنا أنا بكربلة جابتها قعدتها على قبر الحسين يوم قبر الحسين قالت لها هذا قبر أبيكي هذا قبر أبوش وهذا أبونا كل إحنا وهذا سيدنا ومولانا الحسين خويا عين مناط روحين البناء وعين الذان يتباري خواتك قلت لها للحسين يا أخو يا خواتك تعبني الدرب خويا وحياتك ورأسك على المحيون مدللاتك أبو السجاد خويا ورأسك على المحيون مدللاتك يا باب الكرم يا المحة دغاكم هلا هلا وسوف الموت يا أخوتي دغاكم وأمهاكم جلبوا متوني دهاكم يا بدا معكم وشوفوا يسوى صاط الشمر بي بعد يسوت زينب أما قعدت على قبر الحسين شاعر يقول قعدان يما بول يما ينحبان سكنة عدد لينوان يبتشان ربا بتصيح بالله حائل لطمان وانتبتش يا سكنة لا تفتري أخذت لها شوط بيش زينب قامت تنظر يمينا وشمالة زين العابدين قالها عم الدرب كله تقول ليلي قبر الحسين قبر الحسين شو تباوعين يمنى يسرى هذا قبر الحسين قلت لها عم أين قبرك في لي قلها على العلقمي خروحان وياج قلت لها موان وياج كل النسوان تعوف قبور أعزائهن والروح للعباس موكب للعباس أخو يا عين على طريقي قوما يا الحرم قوما نمشن لعد اللي تجذل يا الحرم يا الحرم يا الحرم لعد اللي تكفن منهن نريد يقوم ويردنا الوطن ومثل ما جابنا بينا يتوزم اش قلت له اجيتك للنهر ما قاطع الياس بل شنبيك ألقى من الرجن فاغاس وانخاك وتشد حيلك يا عباس ومثل ما جاءت أرجع رافع الراس ولا تقبل يا أخويا تشوفني الناس اجل فرج امام زماننا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقضي حوائج ناش في مرضانا يسر مورنا كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار المؤسسون لهذا المجلس تقبل مجلسهم أوصله إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات